من الميادين السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية والبداية مع العنوين بعد دخول روسيا هل باتت منظمة التجارة العالمية على أعتاب التغيير ثروات النفط تشعل الخلافة مجدداً بين بغداد وأربيل وفي النشرة قراءة في تطور العلاقات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بعد ثمانية عشر عاماً من المفاوضات الشاقة أصبحت روسيا العضوى السادسة والخمسين بعد المئة في منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء في المنظمة يأملون تعزيز العلاقات التجارية مع موسكو وعلى رأسهم الصديق اللدود بكين لكل جديد رهجة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية رحبوا باندمام روسيا وعلى رأسهم جمهورية الصين برغم المنافسة بين العملاقين الأسيويين ينظر خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الصينيون بتفاؤل إلى حضور موسكو في المنظمة حضور سيبعث حيوية جديدة في النظام التجاري المتعدد الأطراف مع انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية أعتقد أن السياسات التجارية بين مختلف الدول ستصبح أكثر شفافية وقوانين تحرير التجارة البينية ستصبح أكثر تطوراً هذه عوامل إيجابية جداً المسؤولون الصينيون عبروا مراراً عن رغبتهم في تبادل الخبرات مع روسيا وفتح مسارات تفاوض جديدة بشأن دخول السوق فالصين باتت الشركة التجارية الأكبر لروسيا منذ عام 2010 وفي عام 2011 بلغ حجم التجارة الثنائية 80 مليار دولار أمريكي ووفقاً لبروتوكولات منظمة التجارة العالمية يتحتم على روسيا أن تخفض الرسوم الجمركية إلى 7% بعدما كانت 10% كما يتحتم على روسيا خفض مستويات الدعم للمنتجات الزراعية من 13% إلى 10% إضافة إلى إجراء تعديلات على التشريعات التجارية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لا تباع منتجاتنا مباشرة إلى روسيا بل عن طريق الشركات التجارية ولكن بعد انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية سيتغير الوضع لأن قوانين التجارة تغيرت كنا ننتظر هذا التغيير منذ زمن هذا الترحيب الصيني يكشف أن لحضور موسكو وبكين في المنظمة ثقلا استثنائيا قد يطيح نفوذ الأمريكي الذي دام عقودا طويلة ويغير موازين القوى الاقتصادية أعلنت جمعية جرين بيس للدفاع عن البيئة أن النشطاء الجمعية اعتلوا منصة حفر النفطية تابعة لشركة غازبروم الروسية في القطب الشمالي احتجاجا على خطط الشركة الروسية للتنقيب عن الخام في المنطقة التي تتميز بثروتها البيئية وكانت ثلاثة زوارق تابعة للجمعية تحمل ثلاثة أشخاص قد قامت بإنزال في المحطة وتبين أن رئيسها كومينايدو من ضمن المعتصمين وقام النشطاء الذين اعتلوا المنصة بحمل خيام وامدادات تكفي عدة أيام مطالبين بمنع كافة أشكال التنقيب لمنع حدوث تسرب نفطي كارثي كشف رئيس شركة واي بي اف لإنتاج النفط عن خطط حفر لمائتين وخمسين بئرا استكشافية قبل عام الفين وستة عشر الشركة التي أممتها الأرجنتين منذ أشهر بسبب تلكوئها في إنتاج واستكشاف الآبار تطبح إدارتها الجديدة إلى تحسين وضع الأرجنتين في خارطة إنتاج الطاقة عالميا إن ريهانة فريقنا الإداري الجديد يرتكز على استثمار مائتين وسبعة وسبعين مليون دولار ووضعها في الأرض لاكتشاف ما يكفي من النفط لنغير موقع الإرجنتين في مستقبل عالم الطاقة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من أن المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها البنك المركزي الأوروبي خلال إعادة هيكلة الديون اليونانية ستقلص فعلية المشتريات الجديدة للسندات الحكومية ما لم يوضح البنك أنه سوف يتحمل الخسائر مستقبلا ففيما تكبد غالبية حاملي السندات اليونانية خسائر فادحة نتيجة تخلف أثينا عن سداد الديون أدخل المركزي الأوروبي تعديلات قانونية على سندات يونانية بقيمة 50 مليار يورو اشتراها في إطار برنامج للإنقاذ لتلافي أي خسارة رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس سامراس أكد أن بلاده لا تريد الحصول على المزيد من الأموال من شركائها في منطقة اليورو لكنها في حاجة إلى الوقت لالتقاط الأنفاس بحيث تتمكن من العودة للنمو قال عقب محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن اليونان سوف تتقيد بتعهداتها وتفي بالتزاماتها أريد أن ننقل هذه الرسالة أولا سنحقق نتائج العجز المالي والعجز في الثقة بالبلاد ثالثا للنمو الاقتصادي أهمية كبرى من أجل الوفاء بالتزاماتنا قريبا أنا على ثقة بأن تقرير ترويكا المقردين الدوليين لليونان سيعكس رغبة الحكومة اليونانية الجديدة في تحقيق نتائج العام الجاري كان كارثيا على الصعيد السياحي في إيطاليا 50% تراجع النشاط السياحي أو تراجع النشاط السياحي عما كان عليه عام 2010 بحسب اتحاد وكالات السفر الإيطالية وكالة أنسا الإيطالية كشفت أن الحجوزات الفندقية هذا العام تراجعت بنسبة 30% في تراجع يسجل للسنة الثالثة على التولي اتحاد وكالات السفر الإيطالية أرجع الأسباب إلى تراجع مدخول الإيطاليين وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ما قلث الإنفاق على السفر لا تزال الخلافات النفطية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق قائمة رغم المبادرات التي قدمت لحل الإشكالات ففي الوقت الذي يعتبر فيه الإقليم أنه يسير بخطى الاتفاقات الموقعة مع بغداد في تعاقداته مع شركات النفط العالمية ترى بغداد أن أربيل خرقت بنودا دستورية بتعاقدها مباشرة مع شركات كبرى مثل أكسون موبيل وشيفرون وتوتال تقرير من بغداد لعبدالله بدران عادت خلافات النفط بين بغداد وأربيل إلى الواجهة من جديد ولم تفلح اللجان التي شكلها الطرفان في وضع حلول ولو مؤقتة أربيل لم تلتزم ب175 ألف برميل يوميا اتفق على أن يصدرها إقليم كردستان العراق بعد أربعة أشهر جفت فيها أنابيب النفط وتوقفت شاحنات التصدير الأمر الذي اعتبرته الحكومة المركزية إخلالا كرديا بالاتفاقات المبرمة تشجيع بعض الشركات لتوقيع عقود بشكل مباشر مع سلطة الإقليم بعيدا عن سلطة بغداد طبعا مع غياب قانون النفط والغاز هذا تعتبر خرق دستوري للمعدة 111 و 112 مئتا ألف برميل قال الإقليم أنه مستعد لضخيها يوميا لكنه أرجع سبب التوقف عن التصدير إلى عدم التزام بغداد بسداد المستحقات المالية لشركات الاستخراج جمد عمل توتال في الجنوب العراقي واستبعدت من أي فرص مستقبلية لأي جولة تراخيص نفطية تهديد نفذته بغداد التي أبرقت لواشنطن لإعلام الإدارة الأمريكية أن أكسون موبيل ضعيفة الموقف كما هو حال شركة شيفرون بسبب التعاقد المباشري مع الكرد بما أن الأخوة في إقليم كردستان هم يقتطعون جزء من الموازنة الاتحادية للدولة العراقية وبالتالي هم يجب أن يخضعوا لضوابط والتزامات هذه الدولة هناك اتفاقيات تعقد وتبرم من قبل الأخوة الكرد دون علم أو حتى إشعار الدولة الاتحادية وطبعا هذا هو مخالف للدستور لأن معناتها ستكون هناك نهج استقلالي في هذا الجانب ويبقى السؤال المطروح من يتحمل وزر عدم إقرار قانون النفط والغاز برلمانيا الذي يجنب الجميع هذه الأزمات دعوة الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة شركات النفط إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم التعاقد مباشرة مع إقليم كردستان وجد فيها الخبراء مجأملة محسوبة يراد منها تقارب الأفكار بين واشنطن وبغداد بخصوص الوضع الإقليمي الذي لم يتطابق به موقف الاثنين عبدالله بدران بغداد الميادين لن تعلق مديرة صندوق نقد الدولي كريستين لاغارد على طلب مصر التفاوض على مبلغ أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار ما ترك انطباعا بأن الوفد التقنية الذي سيعود إلى القاهرة في أيلول ديسمبر المقبل يمكن أن يحسم بالإيجاب إذا لبت مصر شروط الصندوق ما هي هذه الشروط ولماذا تقبل مصر بها قراءة لقاسم عز الدين اتهام حزب الحرية والعدالة بتغيير موقفه من البنك الدولي لم يكن على قدر ما يطمح إليه الحزب في توطيد العلاقة بينهما مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أبدت إعجابا كبيرا بالطموح الذي سمعته أثناء لقائها رئيس الجمهورية محمد برسي ورئيس وزرائه هشام قنديل رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة الصندوق إن شروط صندوق النقد مقبولة وتباهى بقوله والشروط التي يقدمها الصندوق النقد الدولي هي شروط مقبولة لنا أبل أن ترجم أعكد أن هناك دعم واضح من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية في رحلتها دعم من خلال الشراكة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي لكن لاغارد أوضحت أن إعادة اقتصاد البلاد إلى مساره القديم تتطلب عزيمة وإصرارا فأبدى المسؤولون استعددهم قالت يترافق ذلك مع برنامج إجراءات صعبة فرحبوا قالت هناك بعد ضريبي وبعد نقدي وبعد إصلاح هيكلي فقالوا على الرحب والسع إيريك توسان وهو أحد كبار الخبراء المناهدين لسياسة البنك الدولي قال إن البعد الضريبي شرط تقليدي يعني زيادة الضرائب ولسيما الضرائب على القيمة المضافة التي ترهق معظم الفئات الشعبية والبعد النقدي شرط آخر يؤدي غالبا إلى خفض قيمة العملة المصرية أما الإصلاح الهيكلي فهو على ما يقول سلسلة تبدأ ببيع ما بقي من القطاعات الحكومية ولا تنتهي بخفض الخدمات الاجتماعية ونفقات التوظيف ودعم السلع الأساسية توقع الخبير الدولي أن يكون الفريق الذي يتفاوض مع صندوق النقد غير مطلع على تجارب ديون العالم الثالث لكن خبراء مصريين على بينة من المحادثات قالوا أن الفريق الذي يفاوض هو فريق سياسي يحتاج إلى سيولة مالية تظهر على شكل بحبوحة قبل الانتخابات المقبلة ومن بعدها يحلها ألف حلال كانت هذه النشرة الاقتصادية قدمناها من الميادين نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة